بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويمن ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنهلهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخفج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتها عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوه أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من غدونه إلها لقد قلنا إذا شخصا هؤلاء قومنا اتخذوا من غدونه آلهة لولا يأخون عليهم بسلطان منبين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة لي ويهيئ لكم من أمركم من فقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهيي الله فهو المهتد ومن يبلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيضا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيهم الوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليغضوا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يضعوا عليكم يوجهوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفرموا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بلوا عليهم لذنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ من عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واتقوا ربك إذا نسيت وكل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا كل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصط به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرق في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه مرتحدا أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تقع من أطفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيقوا يغاثوا بماءها كالمهل يشوي رجوها بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نظير أجر من أحسن عملا أولئك له جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساورا وذهب ويلبسون ثياما فطرا من سودس وإستبرك وذكئين فيها على الأرائق نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفحناهما بنخي وجعلنا بينهما زرعا قلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر منك ما لو أعز نفرا ودخل جنتا وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئذ ذكرنا ربي لأجد النفير منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشتك برفلي أحدا ولولا إذ قد جنتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك ما لو ولدا فاعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له في أدوى يرسلونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضربنا من مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشينا تدره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنو نزيلة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بائزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل وحاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذربيته أولياء من دوني وهم لهم عدوا وهم بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق ألقصهم وما كنتم اتخذ المذلين عددا ويوم يقولوا لا دوش رقائي الذين زعتم فدعوهم فلم يستغيبونهم وجعلنا بينهم مبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موافعها ولم يددوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومؤمنين ويجادل الذين كفروا بالباطل لغفروا به الحق واتقدوا آياتي وما أغذروا هدوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فآرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفروا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور في الرحمة لو يآفذهم بما كسبوا لا عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلقناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلمهم موعدا وإذ طالبوا سالفتاه لا أبرقوا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنذي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي أخوتهما فاتخذ سبيله في البحر صببا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن دوينا إلى الصخرة فإني نسيت أخوت وما أنسانيه إلا الشيطان أنك وهو واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فاركدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عهدنا وعلمناه من لذنا علما قال له نوسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت مشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أرسينك أمرا قال فين اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى وحدث لك من ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا تدهقني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا من النقرا قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا قال إن سأزفع شيء بعدها فلا تصاحبني قللقت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا أن يغيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يغففا قاما قال لو شدت لاتقث عليه أجرا قال هذا فرا في بيني وبينك سأنبيوك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في المحر فأردت أن أعيبها وكان وغاءهما ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فقشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته تنزل لهما وكان أبواهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ عاشر لهما ويستخرجاك وزوما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عادي القرنين كل سأتنو عليكم منه ذقرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناهم من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغذب في عين حمية ووجد عين ذا قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتغذ فيهم حسنا قال أن ما ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى رده فيردبه عذابا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قلب لم نجعل لهم دونها سبرا كذلك وقد أحطنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السجين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مرسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أو تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعيجني بكوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال أففوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه كترا فما استطاعوا أن يضعيه وما استطاعوا له نخبا قال هذا رحمكم للرب فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومين يموج في بعض ونفخ بالصور فجمعناهم جمعوا وعرضنا جهنم يومين للكافرين عرضا الذين كانت أعنهم في رطاء على ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعجدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة هدية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربي ملقائه فحبطوا أعمالهم فلا نقيم لهم قيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي زوا إن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جهنجات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبرون عنها حولا قل لو كان البحر متادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا